موسيقى مساء الخير أهلاً وسهلاً بحلقة جديدة من برنامج المشهد على البي بي سي المشهد الليلة هو مع الدكتور علاء الأصواني من القاهرة هو كاتب وروائي وصحافي ولكن هو في الأصل طبيب أسنان من منه لم يعرف يعني أو يقرأ أو يرى يشاهد فيلم عمارة يعقبيان التي أعتقد أنها كانت المحطة المهمة لأن يتعرف العالم العربي على هذا الطبيب الرواي في نفس الوقت أهلاً وسهلاً بعد عمارة يعقبيان كان في رواية شيكاغو وبعدها رواية نادي السيارات ولكن قبل عمارة يعقبيان أيضاً كان هناك ثلاث تجارب في الروايات ولكن ما كان عندهم حظ كبير معك سنتحدث طبعاً عن الرواية أو عن مواضيع رواياتك ولكن الأهم عن السياسة مع الأصواني سنتحدث عن ثورة يناير عن 30 يونيو عن حركة كفاية وأيضاً عن ما يحدث من مشاهد بسبب أرائه السياسية إذا بتسمح سنبدأ في اليوم أو أمس أنا متابعة إلك في تويتر وأرى أن مواقفك هي مواقف جريئة إن كنت معها أو ضدها ليس هذا هو الموضوع ولكن كأنك تعطي فكرة بأن هناك فصحة من الحرية كبيرة في مصر بالنهاية نحن نراك في القاهرة ومواقفك هي مواقف متشددة ضد النظام لا للأسف ده غير صحيح لأن حاضرتك بتقابليني في القاهرة صحيح بس أنا ممنوع من الكتابة عملياً في مصر منذ عامين منذ أن تولى الرئيس السيسي الرئاسة لم يعد بإمكاني أن أنشر مقالاتي في مصر ممنوع من وسائل الإعلام مش أنا بس يعني أنا بالنسبة لي كنت يعني نادراً ما وافق على مقابلة تلفزيونية أو حك إنما في قطاع عريض الذين ينتمون إلى الثورة النظام الحالي بيعتبرهم أعداء مش حتى خصوم سياسي وبالتالي أنا لست الحقيقة أفضل نموذج لأنه عندي نحن نتكلم عن نموذج دكتور علاء أصلاً يعني لديك محاضرات أيضاً في القاهرة ندوات كل أسبوع يعني يحدث مناوشات ومحاولات وقفة عن طريق الأمن وبعدين انتهى الموضوع أنه المكان الوحيد اللي لسه أقدر أعمل فيه ندواتي هو مكان مملوك لصديق ثوري هو المهندس مندوح حمزة وتم استدعاءه من قبل أجهزة الأمن لسؤاله على الندوة بتاعتي وهو راجل أصر أنه هو يستقبل الندوة وقال لهم الله عايزين تقبضوا عليه تقبضوا عليه ماذا يحصل عملياً؟ يعني ما هو المشهد؟ كيف يعني الدولة تمنع محاضرة لدكتور علاء أصلاً؟ لا الدولة احنا هنا لا نتحدث عن الدولة احنا نتحدث عن النظام الدولة المصرية شيء عزيز علينا جميعاً إنما النظام هو مجموعة المصالح التي وصلت إلى السلطة وتريد أن تحتفظ بالسلطة هذه المصالح بتعتبر أنه السبب الرئيسي في إسقاط حسن مبارك هو جيل الشباب وعشان كده النظام عنده مشكلة كبرى مع الشباب في مصر الآن وبعض الأسماء اللي لعبت ربما دوراً في تهيئة الرأي لعمل التغيير من قبل الصغر طبعاً يشرفني أن أكون من بين هؤلاء الأسماء وبالتالي هما النظام الحالي هو بمثابة دور تاني دور التاني هو اللي امتحان لما الواحد يسقط في أول امتحان يعمل دور تاني فهو الدور التاني بتاع النظام مبارك يعني هما حسوا أن نظام مبارك كان سقط نتيجة واضطروا اضطراراً أنه يحطوا حسن مبارك في الأفص الاتهام رغم أنه المحاكمة يعني غير جدية خالص وبالتالي هو بيعتبر أن الدور التاني يعني أتلافى أخطاء مبارك إيه هي أخطاء مبارك هو أنه كان هناك فسحة من تسامح مع الإعلام والشباب بالضبط متى يعني قررت أو بدأت أن تعارض نظام الرئيس حسن مبارك لا ده يعني أنا لا أعارض يعني فيه ترنينج بوينت مفهوم فيه ترنينج بوينت معين فيه شيء ما حصل قرر علاء عصواني أن يقول أنا ضد مبارك أنا أدافع عن مبدأ أخطب على الحرط وعندنا مشكلة في العالم العربي وهي مشكلة متصلة بالتراث العربي الإسلامي إيه هي هذه المشكلة؟ أننا لا نعترض على الاستبداد كفكرة نعترض على الاستبداد إذا ساءت نتائجه يعني هاتي أي مواطن عربي كده من أي دولة عربية من 22 دولة عربية قولي له والله هذا الحاكم سيستبد وحيقعد في الحكم وحيورس الحكم الأولاده ولكن سيعطيك مرتب أفضل وهيعطيك علاج مجاني وهيعطيك كل ده حيقول لا ده أنا معاه لأنه لم يتبلور بالنسبة لنا كراهية الاستبداد مجردها أنا ضد أي ديكتاتور حتى لو كان هذا الدكتاتور سيجعل من مصر قوة عظمة لو فيه بني آدم واحد مصري أهينت كرمته أو تعذب أو تهان أنا مش عايز أن مصر تبقى عظم فأنا أدافع عن مبدأ وبالتالي الطبيعي أن أنا عارضت كل الذين وصلوا إلى السلطة من مبارك ثم المجلس العسكري ثم محمد مرسي ثم عفتاح السيسي لسبب لأن أنا معارضتي ليست موجهة ليه هو معارضتي هو دفاعي عن نموذج أنا أدافع عنه وأرى أن مصر لن تتقدم ولا العالم العربي إلا بالنظام الديموقراطي حقيقي نحن أنت طبيب أسنان يعني هل رواية شيكاجو اللي بتحكي عن الطالب المصري اللي ذهب إلى الخارج المتحدة ليه يتعلم هي علاء أسواني؟ لا هو هنا المعادلة في الكتاب الرواية الرواية تساوي تجربة حقيقية زائد خيال طيب أنا بدي مشهد من علاء أسواني كطالب في شيكاجو لأنك تخرجت أيضا من جامعة إلينوي في شيكاجو يعني أكيد هو يطبع في ذهنك ولكن مهم لأن يعرفوا جيل أو المصريين اللي يذهبون إلى الخارج للتعليم أنا أول أسبوع كنت لسه واصل في الولايات المتحدة وطبعا أنا يساري وبالتالي فأنا ضد السياسات ولا زلت الأمريكية وكنت رايح المجتمع من باب الاستكشاف لأن أنا أعرف أو أزعم أن أنا أعرف أوروبا أو كنت بسافر أوروبا كتير جدا منذ السنة صغيرة كتأول زيارة اللي هي الولايات المتحدة وبعدين بفتح الشباك ذات مساء كده لقيت مجموعات من الناس بتدور على شيء تأكله في القمام كلام ده في شيكاغو في الجامعة اللي أنا كنت فيها جامعة رينوي المركز التبي اسمه ميديكال سنتر ده في وسط شيكاغو طبعا هم بيدوروا بطريقة برضو يعني مرفاعة شوية هم لابسين جوانتيات ليتكس وهم بيدوروا في الزبالة إنما هم الحقيقة بيدوروا في الزبالة عشان هم مش لعينيه أنا الأمريكيين أمريكيين طبعا أمريكيين من أصل أفريقي بس فيه كان أمريكيين بيدوروا فأنا قلت لأ الولايات المتحدة دي هناك أمريكا أخرى وأنا المفروض خلال دراستي أتعرف على هذه الأمريكا الأخرى وتعمدت إن أنا روحت أماكن غريبة جدا عمدا علشان أشوف أمريكا الأخرى دي يعني والتحقت الجامعيات يعني التحقت الجامعيات يسارية والتحقت الجامعيات حاجة اسمها البلاك برايد يعني الفخر الأسود بتاعه كان من ضمنها ناسبة ويعني أعتقد إنه أوباما كان فيها لأنها كانت في شيكاغو قلت لازم أشوف أمريكا التانية دي وقلت ربما يوما ما سأكتب عنها وكتبت عنها فعلا ومن هنا التجربة اللي فرويت شيكاغو هي تجربة حقيقية ولكن الشخصيات والأحداث متخيلة هل أنت انتظرت شهرة عمارة يعوبيان؟ بصي حالاتك الشهرة طبعا سئلت مئات المرات عن هذا الموضوع بس هي الشهرة في رأيي ليست مهمة بالنسبة للأديب لأن الشهرة معناها إيه ما معنى الشهرة إنك أنت تدخل مطعم فيبقى الناس عارفينك مثلا الأديب ما يهموش الشهرة لا بس يهموا الكتاب وأن يقرأ أكامل كلمة الأديب يهموا التأدير هناك فرق بين الشهرة والتأدير حضرتك إحنا عندنا في مصر هنا مجموعات من الناس المشهورة يعني أنا لا علاقة لها بالإنسانية حتى ولكنها مشهورة جدا أنت كأديب لو قابلت واحد أو اثنين أو ثلاث قراء قالوا لك والله أنا قريت ليك قصة غيرتني أنت ده أجمل حاجة إنما ده أهم كتير جدا من إنك أنت تبقى مشهورة طيب بصارت عمارة يعقوبين كل الناس قرأوها أنا أعتقد إذا ما قرأوها يعني شاهدوا الفيلم طبعا أعطاها شهر أكثر أعطيني مشهد كيف كيف اكتشفت هذه العمارة كيف ركبت الشخصيات كيف قررت أنه لا بدأ أعمل هذه العمارة اللي هي تمثل المجتمع المصري في النهاية يعني وموجودة؟ العمارة موجودة 34 طلعت حرب وأنا كان لها علاقة بيها لأن والدي رحمه الله كان محاميا وأديبا مصريا معروفا وكان ده مكتب المحامات وأنا خدت مكتب المحامات عملته عيادة أثنين وبعدين بعد فترة عملته معمل أثنين أيضا وأنا صغير من صغير كنت بروح في العمارة وسط البلد وكده بعدين أحسست أن هذه العمارة أستطيع أن أكتبها يعني في شخصيات طبعا في تشابه وده عمل لي مشاكل طبعا لأن في ناس رفعت أضايا من العمارة علي وكده إنما في النهاية أنت أنا ما بقررش أكتب رواي يعني أنا بحس إن أنا عايز أكتب رواي يعني القرار أنا بقرر ممكن أكتب مقالة يعني حارك تقولي لي إيه رأيك عايزين نوضح فكرك كذا كذا إنما الرواية زي قصة رحوم طيب أنت لا تقررين أبدا طيب عملت أبحاث عن الشخصيات اللي موجودة بالروايات حكيت معهم اللي هما مين ما بعرف أنت مش بتحكي أنت يعني كيف تعمل البحث مش بتروح بتقابل الناس في المقاهي في الشارع الشخصيات دي هي موحية بالنسبة لي وممكن ما تبقى شخصية واحدة يعني أنا ممكن إيك تبقى عن مزيعة مثلا لبنانية ممكن يبقى حضرتك جزء من شخصيتك طبعا وجزء من شخصيت حد تاني جزء البحث الروايي ده موضوع تاني مابتـ..... هل تقم ببحث الرواي بس البحث الروايي، هو موضوع تاني البحث الروايي هو استكمال التجربة الإنسانية مثل، نموذك أنا ما كنتش بروح برات سيئة السمعة في حياتي وأنا بكتب عمرتي عوبيان رحت نزلت برات سيئة جدا كان مليانة لصوص وقطع طرق وبتاع وحتى أول مرة رحت البوليس جاه وما كانش فيها طبعا زابط البوليس أنا اللي جايبني هنا وأنا قلت لو شرحت له مش هيفهم فقلت له يعني أنا جايش بحاجة ساعة أي كلام كده وبعد كده بجي أعملت وسط عند الإسم فالناس بقيت عارفة يعني أن أنا بنزل البرات دي أنا قلت لهم بسطلهم للزباط الفكرة أن أنا بكتب كتاب على نزل البلد فده ده البحث الروائي أن أنت تروح يعجن لما أوصف لك بار سيئة السمعة وحضرتك بتقريب تحسن التجربة حقيقية وليست مصطنعة أكيد أكيد شو المشهد مع الزابط ده كان يوم ما كانت من الأيام اللطيفة خالص يعني جاء أتأ إليك وأقال لك أنت تعمل أنا خلت الأماكن اللي عامل فيها البحث الروائي ودخلت أول بار بار تعيز جدا 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 في وسط البلد وقعت وشوية ولقيت اثنين مخبرين طبعا بيقولولي فين البطاقة أنا من بطاقة إيه أفنين طالبولك بطاقة إيه بطاقة إيه بطاقة إيه بطاقة الشخصية الهوية الهوية أنا من طبقة ومن أسرة ما بيحصلش دامعة في مصر يعني ما حصلش قبل كان حد قال لي وريني بطاقتك فقلت له ليه يعني قال لي إحنا بوليس قلت له طب تفضل بطاقة جي الزابط قال لي إيه دا دكتور قلت له قال لي أنت دكتور عاد هنا قلت له عاما أنا متأسف أنا يقف بسرعة بقى قلت إيه لو قلت له أنا أنا جاي أحس بالجو الرواقي ومش عارف يعني أعتقد أنها مش هتكون لطيفة فقلت له أنا معرفش أنا جيت المكان قال لي لا دكتور دا دا مكان دا هتشوف دلوقتي إنا هنمسك نص الناس دي معاهم مخدرات ومعاهم بتاعوا ومشيت روحت بقى الاسم كان معظم الحاجات دي تابع اسم الاسبكية روحت اسم الاسبكية وعملت عملت توصية أنا بكتب عن مقاربت وبقيت أروح البراد بقى الزباط المباحث عارفيني بقى يعني بقى يخشوا يمسكوا زملائي الرواد ويفتشوهم ويقولوا لي مساء الخير يا دكتور أنا أقول مساء النهور بتاع بس أنه يدخلوا هالبراد من أجل ماذا التفتيش على المخدرات يعني ولا ماذا الموضوع سيء جدا لأنه طبعا في مجملات بتحصل بين أو دا كان بيحصل في التسعينات بين البراد وسط البلد وبين أجهزة الأمن أو بعض رجال بعض رجال الأمن وبالتالي الذين بيتم التفتيش عليهم كل شوية بيشيعون أنهم لم يتفاهموا مع بعض رجال الأمن عشان كده بيجوا يعني يدايقوهم طبعا دا ممكن بصحيح أو لا إنما في النهاية في براد فعلا سيئة السمع جدا وأنا عارفه محدش قرب له وفي برضو من النهاية التانية أنه الضبط المباحث النشيط لو عايز يعمل كذا قضية هذا مكان مثالي يعني أنت بدل ما تتعب وتروح مثلا كذا حتة أنت تروح هتلاقي راجل مع مخدرات واحد هربان من أحكاية معلقة كلهم عاديين في حتة واحدة فبرضو يعني الحقيقة لها هنا جانباني هاي دي قاهرة أندرجراوند آه 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 أندرجراوند وبعدين خلي بال حضرتك إن مش مألوف بالنسبة لي أنا المكان ده خالص وأذكر إن أنا أنا دكتور كميان فأذكر إن أنا كنت في بارما براديو وحصلت خناقة وده شائع جدا يعني بعد ترات الصبح لازم يحصلت ضربة فإن اتنين تلعوا بيتخنقوا فراجت رماهم برا اللي هو صحب البار فأنا طلعت أصلح بينهم كمحاولة خيرة فتفتح شباك فوق واحد قال شاتن بقى يعني ما معناه يا حسالة يا كذا أنا هجيب لكم البوليس ببص لقيته مريض عندي في العيادة فطبعا أنا اختفيت وبعدين جالي تاني يوم كان المفروض بيعمل تركيبة بورسلين فالراجل مش طبيعي من ساعة مداخل كل شوية بصلي وبعدين قال لي ممكن أسأل حضرتك سؤال قلت له قال لي أنت حضرتك كنت موجود ساعة ثلاثة الصبح أول مبارح في وسط البلد فطبعا أنا مش كذاب أساسا بس اندهاشت من قدرتي على الكذب قلت له لا قلت له تالت الصبح ده يا فلان بي ده أنا بكون نايم من بقالي أربع ساعة ده أنا بقولش نايم الساعة عشر ونصر حضاشر فاستريح قال لي آه صح ما كانت هيأ له أنه هذا هو دكتور علاء الأسوان لنبقى بأندرجراوند كيف حضرتهم يعني ثورة 25 يناير هل هناك أمور مخفية أنت يعني شهدت عليها ولا نعرفها في الإعلام لا هو طبعا اتعاملت يعني الثورة كانت زلزالة وزلزال على النظام كان متأكد ومتخيل أن هذا الشعب لن يصور أبدا الشعب المصري وبالتالي رؤوس النظام الذين هم في السلطة الآن يعني مش مصدقين يعني مش عادريين مش قادرين يصدقوا أن المواطن المصري اللي الطبيعي أنه يضرب بالإعلام والطبيعي أنه يوقف في الكمين فيتهزق والطبيعي أنه يتمسع به الأرض والطبيعي أنه يموت في الإسم من التعذيب ويقوله ده ألقى نفسه من دور التاني هذا المواطن يستطيع أن يصوره وينطفض وينطفض وينقدم حياته من أجل الكرامة ده أكتر من طاقته وبالتالي اتعاملت بروباجندا أنفق فيها مليارات الدولارات لإقناع المصريين أن هذه الثورة مؤامرة والحقيقة مش بس موضوع عن الثورة مؤامرة إقناع المصريين أنهم لا يستحقون فكرة الكرام هذا فيما بعد ولكن لنقول أن الدولة تعاملت في 25 يناير أن هناك شباب وناس في الشوارع كانت مؤامرة أو غير مؤامرة تعاملوا بأن هذا واقع الناس شاهدوهن على شاشات التلفزيون والجيش لم يتحرك لنقول الجيش ساند الصوار فيما بعد يعني كان في واقع بس هو الحقيقة ده بدأ منذ الأول خالص لو رجعتي للتلفزيون المصري سواء الخاص أو تلفزيون الدولة كان من الأول هناك اتهمات بأنه دول عملاء وأن في يوروب يتوزع في مدانة تحليل ووجبات كنتاكي إلى هذا الغراء علما أن مدان التحليل في الوقت ده كان محوط بالجيش يعني الجيش ما كانش هيسيب عربية تخش توزع يورو يعني ما علنا وبالتالي هي دي كانت الفكرة من الأول هي دي فكرة الإنكو بس علاء أسواني كيف دخل هذه المؤدنة؟ أنا كاتب بس أنا مفهومي للكاتب مختلف بس أنت كاتب على الأرض أنا أرى أن الكاتب مواطن له واجب مزدوك الناس فهمة وعندنا ناس في والمفهوم ده في العالم كله إلا عندنا يعني عندنا واحد يقول لك والله أنا ماليش دعوة جات سوزان مبارك أحتفي بيها جيه السيسي احتفي بي جيه مورشي احتفي بي أنا رجل بكتب قصص كأنه هو مثلا بيعمل أشغال يدوية الكتابة موقف أساسا يعني إذا لم تكن تملك موقفا فأنت لست كاتبا أساسا وبالتالي أنا كاتب أنا يعني اعتذرت عن مناصب بعد الثورة على طول واعتذرت عن أدوار سياسية أيضا لأنه عارف أنا كاتب بس بس كاتب بينزل في مدان التحليل والضرب عليه رصاص من اللحظة الأولى من اللحظة الأولى من اللحظة الأولى أنا الحقيقة كنت متوقع الثورة بس ما كنتش متوقع يوم 25 يناير تكون هي الثورة فأقلت إيه ستكون مظاهرة أخرى من مظاهرات كفاية فيها 400 واحد كلهم أصدقائي وأنا بكتب الصبح بدري فأقلت إيه مش هضايع يوم أكتب إيه كنت باشتهل على رواية وبعدين نزلت لقيت بقى تحقق الحلم بعد الظهر وفضلت بقى قاعد في مدان التحرير لغاية يوم 11 فبراير معظم الوقت في مدان التحرير وكنت بقى أعمل مؤتمر صحفي للصحافة الأجنبية كل يوم الساعة واحدة أتيني مشهد من المشاهد المهمة في 11 يوم أكثر من 11 يوم متعاد 15 يوم تقريباً في مدان التحرير هقول لحضرت القصة طبعا في قصص كتير جداً بس القصة القصة اللي ممكن تأثر بالضبط كان في لجنة تنسيقية للمدان واحد من اللجنة التنسيقية دي وهو موجود شخص فاضل جداً اسمه مهانسيح يحسين مهانسيح يحسين كان ماشي فالناس اللي في الخيام الناس معتصمين قرابة مليون شخص معتصمين واحد تلاع قال له من فضلك أنا عايز أبيع الموبايل ده فقال له ليه؟ قال له لأ مش عايزه فأدرك انه هو محتاج فلوس فعرض عليه فلوس فرفق فاشترى منه الموبايل وهو لا يحتاجه وراح ليه رئيس اللجنة كان الدكتور عبد الجليل مصطفى قال له احنا ننسينا حاجة ان مجموعات كبيرة جداً من المعتصمين دول نقول عليهم في مصر احنا ارزقية يعني هو بيشتغل يوم بيوم وبالتالي حياته منقطع فلمينا فلوس او هم كان عندهم فلوس من تبرعات اداله 14 الف جنين لاجنة التنسيقية صرفت له 14 الف جنين للمهانسيح يحسين علشان يعدي على الخيام ويشوف الناس اللي هي محتاجة ويديهم لان دول بيشتغلوا يوم بيوم ومصررين يعودوا لغاية له مبارك يمشي بدأ جولته بعد صلاة العشاء مباشرة وعاد يوم وعاد قبل صلاة الفجرة يعني حوالي 7 ساعت او 8 ساعت رجع بالـ 14 الف جنيه رفضوا ناس المال مش نقصين جنيه واحد ناس في منتهى الفقر مش عايزين جنيه واحد طب الفلوس دي احنا لمنها احنا من نفسنا لا طب انت لا واخد بالك في الوقت اللي كان الاعلام اللي مش عايز اوصفه بيقول على هؤلاء انه بلاء انهم بيقبضوا وانهم عملاء وانهم كذا ده هزيه واقعة شهودها موجودين والناس كلها عرفاها يعني انا مش انا اول وقت حكاها اطرافها اهي قلت الان انه انت رفضت مناصب سياسية ومناصب اخرى وقرأت ان تكون كاتب اي مناصب بعد الثورة على طول كان فيه اتجاه المجلس العسكري يستوعب بعض الذين ارتبطوا في الثورة يعني الله اعلم بالنواة يعني كنت انا يعني لا اصغف في النواة كثيرا فعرض عليها بترية غير مباشرة لان اكون وزينا للثقافة وانا اعتذرت وكتبت على فيسبوك شكر واعتذار وقلت ان انا راجل كاتب وان مناصب الكتابة بالنسبالي ان اكتب حتى كتبت كده ان اكتب رواية جيدة اهم من ان اكون رئيسا للجمهورية انا رأي كده بعد كده ايام مرسي طب عرض عليها بقى حاجات كتير يعني ايام مرسي يعني الاخوان عرضوا عليك الاخوان المستشار الرئيس ورئيس انا مشهد من اجتماع معهم مثلا ماذا طلبوا منك؟ بصي الاجتماعات انتهت بمشكلة هو في اول مرة جاب الناس المرتبطين بالثورة ورح نقابلناه كان رئيس منتخب واحنا يعني عايزينه يبقى كويس وبعدين انا قلت له كان امام ناس ما توخزني انت انتخبته؟ لا من انتخبت؟ انتخبه الشعب انا مالك لا بس انت من انت... لا انا قطعت انت قطعت لم تنتخب لا انتخدت اول دورة حمدين وتاني دورة قلت ان انا امام وجهان للنظام واحد ولازلت عند هذه القناة وكتبت هذا الكلام وعندي ندوة ادعو فيها للمقاطعة وعملت مجمعية اسمها مبطلون مقطعون لانو صار فيه مشادات بينك وبين احمد شفيق على الشاشة التلفزيون لا انا مفيش مشادات هي هي الليلة الليلة دي والان انا فخور بها جدا يعني اللي هو البرنامج اللي عقبته قلته يعني انما انا معرفوش اصلا ومش مهتم معرفو انا طيب اعتذر قطعتك لا لا اطلق فقلت له انت امامك حاجة من الاتنين اما انت تنفذ مطالب الاخوان على حساب الثورة لان هما كان لهم ثوابق في خيانة الثورة يعني هما خانوا الثورة انت كتبت انهم خونا طبعا خونا ليه الثورة يعني انا مش داخل في السيمفونيت الشتيمة في الاخوان دي انا بتكلم عما رعيته اشاهد يعني هما قاعدوا الكتابني قاعد مع عمر سليمان واحنا بنموت ها وطلع قال والتسجيل موجود قال قال ان لا شك ان مصر تتعرض لمعامرة ولا شك ان عمر سليمان شخصية وطنية وحاولوا يفضوا ميدان التحرير وشباب الاخوان اللي رفضوا يعني دي كل هذه حقائق يعني هن الاخوان انتفقوا مع عمر سليمان لفض الميدان التحرير وشباب الثورة لا شباب الاخوان شباب الاخوان اللي رفضوا ان يفضوا انت في النهاية مهما كانت هناك طاعة هاي موثقة هذا الاجتماع وعندنا مشكلة ان احنا مش منصفين يعني انا ضد الاخوان جدا بس شباب الاخوان لعبوا دور مهم جدا في موقعات الجامعة ولولا شباب الاخوان والالترس اللي بيناكل بهم دلوقتي عقابا لهم كانت الثورة كسرت في موقعات الجامعة واخدبال حراتي فاحنا عندنا طبعا ده من النظام الاستبدادي مش منصفين يعني اذا كراهت حد اقوم قلصق بيه كل البلاو الزرق واذا حبيت حد يبقى كأنه كملاك لا الشباب الاخوان اللي عبوا دور في الثورة مهم قادة الاخوان خانوا الثورة مبكرا جدا وكمالوا بقى اخيانا يعني انا في رأيه كمالوا تواطئ مع النظام القديم ضد الثورة ودفعوا التمن مع الجيش مش مع النظام القديم والله انا اعتقد اولا هناك فرق بين الجيش والمجلس العسكري انا اعتقد ان لان الجيش ده جيش ده يعني انا نص اسرتي زباط المجلس العسكري ينتمي للنظام القديم طبعا وهو كان ممثلا للنظام القديم والمجلس العسكري بدأ بمنورة أنه يؤيد الثورة ثم انقلب أو ظهر وجه الحقيقي في مذابح متواصلة للثوريين وهذه المذابح المجلس العسكري على الأقل لمسؤول عنها سياسيا ولكن وضع كل رموز النظام السابق في السجن وكل الوزراء وخرجهم ودخل الشباب بالثورة بعد كده طب فين روح يا حضرتك الساحة أنا لسه جاي من الساحة للشمال الساحة للشمالي نظام مبارك كله كل هاتي أية يسمح تلاقي قاعد على البحر الوقت واخدبائك فأى المجلس العسكري للأسف لم يكن مع الثورة هو تظاهر في الأول أنه مع الثورة بعد كده عمل بقى حاجات كتيرة جدا لفصل الثورة وإجهاضها التقيت بهم شخصيا القيادات المجلس العسكري أي اجتماع تحدث عنهم؟ اجتماع مرة كانوا بيجيبوا أربعة أربعة شخصيات شخصيات وسائل الثورة المضادة في إجهاض الثورات ما عرفش بقى اذا كان هم باعري الكلام ده كان مفيد ولا لا بس كانوا بيكتبوه قاعدوا يكتبوه بتاع نص ساحة لأن كانت خلاصة قراءات كثيرة جدا أنا كنت بقول هذا الكلام على اعتبار ان هم ياخدوا بالهم لأن أنا كنت فيهم طبعا فاهم غلط ان هم بيدافوا عن الثورة تاني مرة كتبت مقالة يعني رعى اللي وقع بفتاحة السيسي ان هي تسيق للمشير طنطو فاستدعاني استدعان وديا في المخابرات الحربية وراح تذكر لقاء أنا وهو بس أنا وهو واللي هو العصر فقط وبدأ اللقابة انه انت عصدك طبعا هو مهزب جدا وراحبا جدا وبعدين قال لي انت عصدك المشير طنطوي في المقالة دي قلت له ما كنتش قلت يا سمو قلت له انا عصدي مشير طنطوي ولا يعني ما بخافش يعني انا عصدي مشير طنطوي وانا عندكم يعني اشوف انتوا عايزين الراجل الحقيقة كان كويس جدا 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 وعدنا ثلاث ساعات قلت كل اللي في نفسي من ناقد المجلس العسكري كان بعد ما ازبعت نسميره ويعني تفضل وتكرم ووصلني لغاية العربية وكان يعني لقاء ودي جدا جدا ودي كان اخر لقاء بينه وبينه كيف لقيته انسى اليوم انه رئيس الجمهورية عندما كان لواء والتقيت فيه مرتين ومرة واحدة انت ويا مرة واحدة لا بس ما حدث في اللقاء التاني انا تعهد بان انا ما اقولش المحتوى وبالتالي احتفظ بتاعه لا كيف يعني ما هو الانطباع الذي تركه عندك رجل مخابراتي ومهذب ما هو لازم رجل مخابراتي ومهذب رجل مخابراتي يعني بمعنى اين هو يقولوا عليه بالانجليزي وجه بوكر بوكر فيس لن تستطيع ان تقرأ افكاره اطلاقا وبعدين مهذب جدا طبعا وبعدين بعد ما تتكلم ساعتين تلاتة تحاول تسترجع اراءه محددة في قضايا معينة من الصعوبة بالمكان طبعا وبالتالي هو بيبقى مطلقي كرجل مخابرات مطلقي اكتر منه مرسل يعني لا يرسل الا في حاجات بسيطة جدا والحقيقة الارسال ما بيبقاش رأي محدد قوي طبعا بعد ما انتخب رئيس الجمهوري هل حاولوا يتقربوا منه لك اطلقا انا اصلا كنت ضده انا كنت مستشار مش بس في حملة حمدين انا كنت احد مستشارين حملة حمدين صباح يعني هاي دي لعبة ديمقراطية كان فيه مرشح اسمه حمدين وكان فيه مرشح اسمه الليواء عبدالفتاح السيسي لم يحاولوا ان يعني يتقربوا لك مرة واحدة للامانة لما حصل عليها اعتداء من الاخوان بعد 30 يونيو في باريس تلقت مكالمة يعني من الليواء العصار بيسأل عليها بس دي مرة واحدة لما حدش طلب ان هو يشوفني خلص ماذا حصل في 30 يونيو موجة ثورية بلا جدال الثورة موجات والتاريخ يعلمنا ان الثورة عملية مستمرة قد تستمر مئة عام موجة تلوم موجة في اول موجة ثورية 25 يناير تاني موجة محمد محمود اللي حيكتب عنا التاريخ لان محمد محمود دي السبب الرئيسي المجلس العسكري في السلطة تالت موجة 30 يونيو بعد كده بقى ما حدث بعد 30 يونيو او النظام الحالي او كده لا يجب ان نراه يعني متصلا بتلاتين يونيو 30 يونيو كانت موجة ثورية حقيقية يعني ما فيهاش كلام يعني بالنسبة لي انا متأكد من هذا يعني الشعب المصري قرر ان ينتهي من نظام في اغسطس السيد مرسي تولى في يونيو 2012 اغسطس 2012 دعا احد يعني السياسيين اللي هم مرتبطين طبعا باجست الامن والكلام ده دعا الى مظاهرة لاسقاط مرسي اغسطس 2012 لم ينزل احد من الشعب لانه الشعب المصري بيفهم طب ده راجل لسه جاي انزل اشيله لما هو عمل حاجة عمل في 22 نوفمبر الاعلان الدستوري الاعلان الدستوري الذي الغى فيه قانون المصري ووضع قرارات قراراته الرئاسية فوق القانون انا نزلت مظاهرة شبرى بقى دي كان فيها 2 مليون واحد واخدبالح بعدها ب13 شهر بس تمه ده حتى بالنسبة للاخوان تمه تبصوا تمه انت لما الناس دعت محدش نازل دي كانت مظاهرة رهيبة انا دخلت وانا يعني ليه مكاني في مدان التحرير دخلت مدان التحرير وصلت المنصة بصعوبة بالغة يوم بعد اثنين بعد الاعلان الدستوري وبالتالي الشعب المصري او ما يسمى في علم النفس الاجتماعي الدمير الجامعي او الوعي الجامعي حس بخطر فعلا ان الناس دي ابتدت تعطل القانون ونظام الديمقراطي اللي جابها وحينتهي الموضوع لانك انت هتبقى امارة اسلامية وده مرفوط ومش ده اللي اتفاقنا عليه اساسا اليوم دكتور علاء أسوان ماذا ترى في الشارع المصر؟ بصي هو حضرتك السوريين ارى السوريين زي ما هم وانا فخور بهم جدا وهم موجودين في السجون وبينكل بهم وبيتدت تهموا بالخيانة والعمالة ولازالوا قابضين على الجمر فعلا الجمر بمعنى الجمر الفلول هنا بنقول عليهم فلول اتباع نظام القديم موجودين وخلاص سيطروا على الاعلام وسيطروا على حيات كتيرة بس خايفين المشكلة عندنا في العالم العربي ولا الفلول ولا السوريين المشكلة في قطاع من الناس والاخوان والاخوان في انتظار الاخوان من سنة 28 الدورة تتجدد طول الوقت الاخوان ينضموا للحركة الديمقراطية يتم استقطابهم من الحاكم المشتبت يخونوا الحركة الديمقراطية ويستعمالهم الحاكم المشتبت ضد الحركة الديمقراطية هم يلقي بهم في السجون حصل ده مع عبد النصر ومع الملك فاروق ومع وقتلوا أنوار السادات هم كده ومع المجلس العسكري ومع كل حي فالاخوان للأسف الشديد هم انتهزيين جدا جدا وهو عايز يستعمل الديمقراطية حتى يستولع الحكمة إلى الأبد لأنه عنده إحساس أنه ربنا مجدينه رسالة طلابه حسيت أن ربنا اللي حطك في مكانك مش الشعب يبقى أنت خطر جدا واللي عايز واللي عايز يسأل الإخوان كنا هعملوا إيه لو كنا سبناهم سنتين يبص على تركيا يعني الجدول بتاع أردوان ده هو نفس جدول طيب إذن الثوريين وفي مواطن أنا عايز أتكلم عنه ده المواطن ده هي ده المواطن أنا تماما المواطن ده أنا مسميه المواطن المستقر المواطن المستقر ده هو اللي عمل لنا المشاكل دي كلها ليه بقى؟ الكنبة يعني؟ أه أنا ما بقى هو طبعا من هزب حزب الكنبة؟ هو مواطن الحقيقة يأس تماما من تحقيق العدالة وعمل مشروعه الخاص اللي هو ربي عياله ومش عايز دوشة ومش مسادة أنه ممكن يحصل تغيير وعايز يشتغل وطبعا ما يفريش معه لا تسطور ولا بتاع ولا انتخابات ولا أي حاجة بقص والمواطن ده بي مش في مصر بس ده بيبقى في كل البلاد اللي حصل فيها أنظمة استبدادية لفترات طويلة بيطلع مواطن مستقر فالمواطن المستقر ده عايز يقعد في البيت ويبقى مستريح ويتفرج على المسلسل بتاعه وبتاع الثورة يروحوا يموتوا وبعدين يجيبوا له نتاج الثورة يخبطوا على الباب ويجيبوا هيلة يا إما يبقى ضد الثورة وده مش في مصر بس يعني معلش أنا لازم أقول الكتاب ده لأنه مهم جدا أول واحد وصف المواطن المستقر كاتب فرنسي بالقرن 16 اسمه إتيان دولابوسي ولد 1530 ومات 1561 مات عنده 31 سنة وكتب كتاب واحد اسمه خطاب العبودية الاختيارية الكتاب ده مهم جدا لفهم اللي بيحصل في مصر بعد الثورة هو أول واحد وصف المواطن المستقر اللي هو نتيجة الاستبداد اللي هو مش ناوي يخش معارك تغيير خالص قد إيه بقى المواطن مستقر في مصر ممكن يبقى نسبة قليلة لو ممكن تبقى كبيرة ممكن ما عرفش يعني أنت محبط لا خالص مش محبط مثل بعض الشخصيات في روياتك لا 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 أنا عندي أنا متفايل جدا أنا متدايق منزعج ومتفايل في فرق بين أن أنا أكون منزعج دلوقتي ومحبط أو متشائم لا أنا منزعج مما يحدث في مصر قطعا ولكن متفايل جدا لأنه أريد التاريخ مشهد أخير حابب تحكي عنه تحكي لأجيال شاب ينتمر الطبق متوسطر عالية تعلمه جم مجموعة كبير جدا وبقى دكتور سينيان ودكتور سينيان ده في مصر حاجة محترمة جدا وعنده عيادة وابتدى يكسر فلوس كويسة جدا وما كانش ليه علاقة بما يحدث خلاص فنزل علشان يشوف اللي بيحصل إيه فلاقى في ثورة يناير فلاقى فيه حماس فتحمس جدا من كتر حماسه سموه حرارة هو اسمه أحمد بس من كتر حماسه سحابه لأنه كان بيقعب في الصفوف الأولى فخد رصاصة عينه راحت أصبح بعينه واحدة فبعد كده في مجزارة أخرى للثوريين قرر أنه ينزل وهو بعينه واحدة فوالدته طبعا طبيعا أنها تمنعه قال لا ما أقدرش لأن أنا اسحابي بيتقتله ما أقدرش لن أسامح نفسي لو فضلت بالبيت فنزل ففقد عينه التانية أنا أدعو كل بني آدم محبط أو عنده شك في هذه الثورة أو عنده شك في انتصار هذه الثورة أنه يقعد مع الدكتور أحمد حرارة ربع ساعة في منتهى يعني ولك إنه عمل حاجة ويزعل لو قعدت تقول ده بطل يقولك لا البطل اللي تقتل أحمد حرارة في رأيي هو دليل إنساني قاطع على أن هذه الثورة منتصرة حتما بإذن الله شكرا دكتور علاء أصواني على هذا المشهد الأخير خاصة شكرا للمشاهدين لمشاهدي البي بي سي طبعا تتابعونا على تويتر وفيسبوك وإلى اللقاء الأسبوع المقبل